السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ما تعرفون انه الايفون اكس ايفون اكس اس اكس ماكس الى اخره ما موجود بزر الهوم هذا الزر الدائر اللي صار على الاسفل من الجهاز هذا الزر ما موجود لذلك اصبحت بعض التغيرات الطفيفة في استخدام الايفون اليوم راح نستعرض لكم هذه التغيرات فمثلا اذا كان الشاشة النقال مقفلة واريد اعرف الساعة المسلمسة واحدة باصبع واحد فقط علم وانتصف شاشة النقال راح يذكر للساعة هكذا السادسة والسبع اما اذا اريد افتح قفل الشاشة اخلي اصبعي مكان زر الهوم وامسح من الاسفل الى الاعلى وصولا الى ربع الشاشة فقط واوجه النقال امام وجهي راح يفتح قفل الشاشة هكذا طيب اذا اريد اغلق الجهاز اضغط على زر الباور مثل ما قلت لكم الزر الباور للزر الصائر على الجهة اللي نقفل من الشاشة عادة اضغط على هذا الزر وكذلك اضغط على الزر اللي نعلمنا الصوت اضغط عليهم لمدة ثواني اقضى اغطى بعدها ارفع اصابعي راح تظهر لي نافذة قل لي قم للتمرير للإيقاف انقر علينا قرطير راح يغلق الجهاز اما اذا اريد اظهر مبدل التطبيق فقط باصبع واحد من الاسفل الى الاعلى راح يظهر لمبدل التطبيق هكذا مبدل التطبيق ادارة الملك جريب الاعدادات التقويم اما اذا اريد ارسة النقال يعني اسوي اعادة تشغيل بالبداية اضغط ضغطة واحدة على الزر اللي نعلمنا الصوت بعدين اضغط ضغطة واحدة ايضا على الزر اللي ننص من الصوت بعدها ارجع على زر الباور اضغط عليه وابقى ضغطة من مدة 15 الى 20 ثانية راح تظهر طبعا اثناء انا اضغط راح تظهر لنافذة يقلي ايقاف الايفون راح اتجاهل لهذه النافذة وابقى ضغطة من 15 الى 20 ثانية بعدها راح يسوي عادة تشغيل لنفسه النقال واذا اريد اوقف الفوز اوفر وارجع على شغله فقط اضغط باضفري على زر الباور مثل ما قلت لكم زر الباور اللي صاير على الجهة اليمنى اللي نقفل منه الشاشة عادة اضغط عليه باضفري ثلاث ضغطات راح يتوقف الفوز اوفر هكذا ارجع اشغله ايضا ثلاث ضغطات باضفري اشتغل طيب اذا اريد مركز الاشعارات ومركز التحكم فقط باصبع واحد من الاعلى الى الاسفر راح يظهر مركز الاشعارات مركز التحكم ايضا مرة اخرى باصبع واحد من الاعلى الى الاسفر راح يظهر مركز التحكم إذا أريد أخرج من مركز الإشعارات ومركز التحكم هي طريقتين إما هذه طريقة الهروب اللي نسميها هي بأصبعين نرسم حرفاً على شاشة النقال خرجنا أو الطريقة الأخرى أخلي أصبعي مكان زر الهوم وأمسح من الأسفل إلى الأعلى وصولاً إلى ربع الشاشة راح أخرج من مركز الإشعارات ومركز التحكم وإذا أريد أخذ سكرين للشاشة أضغط فقط على زر الباور هذا الزر اللي صار على الجهة اليمين من الجهاز اللي نقفل منه الشاشة عادة والزر اللي نعلم منه الصوت أضغط على هذه الزرين ضغطة واحدة راح نأخذ سكرين للشاشة هكذا هو ما بأي فرق بالطريقة الاستخدام فمثلاً سرح نستعرض لكم الإعدادات نفس التصفح إذا أريد أخرج من البرنامج أخلي أصبعي مكان زر الهوم وأمسح مسحة واحدة من الأسفل إلى الأعلى وصولاً إلى ربع الشاشة فقط راح أخرج من التطبيق هكذا أيضاً عندنا لك راتش باند مثل ما تعرفون هذا التطبيق إذا فتحناه راح يتحول النقال بشكل أفقي نصفحه بشكل أفقي فالنقال اللي بيه زر الهوم راح نخرج منه بسرعة من زر الهوم أما النقال الما موجود بيه زر الهوم راح تصير جهة اللومناء اللي بيها زر الباور هذا الزر اللي نقفل الشاشة منه راح تصير نحولها للأسفل وبعدها نضع أصبعنا منتصف في المنتصف ونبسح مسحة واحدة ما وصلها النصف الشاشة لا فقط الربع الشاشة راح نخرج من الجراج باند هكذا هذا كل ما هو موجود بالشرح حول الآيفون اكس فما وفوق أي شي تردو كتبوا أنه بالتعليقات وإن شاء الله راح نشرحها لكم وشكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء